هو تحقيقها بناموس هذا الشوط الأول والتانية أيضا موصولة للزميل محمد بن طالب بن أهليل ونهني جميع الأخوة الفائزين وحظ نوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا الشوط وفي هذه اللحظات تتم انطلاقة شوطنا الأول لفئة القعدان لهذا السن سن الجذاع سن الامتاع ويرافقكم أيضا أحد الزملاء المميزين عبدالهادي بن محمد بن بوبح بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفظ الكريم مشاهدين مستمعين الأفاضل أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية واللغاء مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة كما لا يفوتني أنا شكر الزميل حمد بن محمد الزعبي من وافاكم في انطلاقة الشوط الأول المخصص لفئة البكار انطلاقتنا الثانية على بركة الله والانطلاق الأولى لفئة القعدان الاجذاع من مسافة الأربع كيلو مترات نسير وإياكم ونتابع مجريات وامور هذا الشوط نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع المنتصر منتصر مع فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبيل المر يقدم لنا المنتصر على البداية الأولى المركز الثاني يتابع في هذه اللحظات اللي يبدل في دوره انتقل للمركز الثاني صولجان حمد بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان عبدان مع المركز الثاني وتابع لي غير انتقل للصدارة في هذه اللحظات او تابع في هذه اللحظات مشعل مع سعيد بن مسهي بن محمد بن مسهي الحبابي يقدم لنا شعار ويقدم لنا مشعل على الصدارة على البداية المركز الثاني او تابع صول جان مع المركز الثاني حمد بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان يقدم لنا صول جان مع المركز الثاني المركز الثالث او تابع في هذه اللحظات وتابع ابو سمر مع المركز الثالث صالح بن علي بن جابر المطوع المري مع انطلاق ابو سمر على المركز الثالث المركز الرابع رطماع في هذه اللحظات سعيد بنغان بن سيف قالب سعيد الخيرين مع اندفاعة المركز الرابع المركز الخامس أرى المنتصر من يبحث عن الانتصار وعن النقطة المميزة في أولى انطلاقاتي فئة القعدان الإجداع بشعار بشعار وتابع فهد بن محمد بن عبد الله بن طريبي للمري يقدم لنا المنتصر مع المركز الخامس هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخامس المتميزة على هرم ومسار هذا الشوط لكن ياهي شعارات ياهي أسماء متعددة ما خلف حاجز النداء ولكن نعود للصدارة نعود للبداية لكي يتابع مشعل مشعل من أشعل الأمور من دونستر الستار وهو المتربع على عرش هذا الشوط مع انطلاقة الحبابي سعيد بن مسهي بن محمد بن مسهي الحبابي مع الصدارة على المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني وتابع أبو سمر مع صالح بن علي بن جابر المطوع مع المركز الثاني المركز الثالث طماعة سعيد بن غانب بن سيف آل بسعيد الخيارين مع انطلاق الطماعة المركز الرابع وتابع 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 يصل هير مع عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن آل جميل التميمي مع المركز الرابع المركز الخامس أرى اللي وصل أرى اللي حضر في هذه اللحظات يصل عفرين حمد بن راشد بن حمد بن مرزيق المري مع المركز الخامس هكذا هي النتيجة لكن أعود أعود إلى الأحبابي مع الصدارة مع البداية يقدم لنا شعارة مع انطلاقة مشعلة مع سعيد بن مسهي بن محمد بن مسهي الأحبابي على الصدارة من يستفتح لايحة الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار عن النقطة الرئيسية يا الأحبابي وتابع وتابع بن مرزيق يقدم لنا في هذه اللحظات يقدم لنا طماع شعار الخيارين سعيد بن غالب بن سيف قالب سعيد الخيارين مع المركز الثاني المركز الثالث يصل هير عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي على المركز الثالث المركز الرابع أرى عفرين أرى المنتصر أرى الأسماء الغادمة لكن لكن ودوني ودلوني للصدارة للبداية وتابع وتابع الأحبابي الأحبابي بن مسهي مع الصدارة مع البداية يقدم لنا مشعل مع الأربعمية متر ما تبقى على الفوز على الانتصار يا الأحبابي يا الأحبابي ركز مع طلاغة مشعل وتابع الغادمون في هذه اللحظات الباحثون عن الفوز ولكن الأحبابي ما زال صامد صمود الجبال السود على الصدارة على البداية يقدم لنا مشعل وهذا الأداء المتميز السلام بن مسهي سلام سلام تحية واحترام سقل دارك وين ما تسكن يا الأحبابي على هذا الأداء المتميز والغير مستقرب من مشعل تانينا والنموس سعيد بن مسهي بن محمد بن مسهي الأحبابي على فوز مشعل بالمركز الأول المركز الثاني المركز الثاني الواعي مع شافي بن محمد بن شافي بن سالم الشافي مع المركز الثاني مركز الثالث المركز الثالث لعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي مع المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع طماع سعيد بن غان بن سيف قالب سعيد الخيارين المركز الخامس المركز الخامس المنتصر لفهد بن محمد بن عبد الله بن طربيل المريد